اشتركوا في القناة اصلا امير مولاي رشيد ما سأل يوم الجمهة بالرباط حفل عشاء اقامه الملك محمد السادس بمناسبة الدورة السبع واربعين لجاية الحسن الثاني للغولف والدورة ستة وعشرين لكأس صاحبة سمول الملكية الامير للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك من ستة الى احدى عصر فبراير الجاري ولدى وصول صاحب سمول ملكي الامير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية للمغربي للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف الى مكان الحفل استعراض سموه وتشكيل من القوات المساعدة ادت له التحية قبل ان يتقدم الاستلام على سموه على الخصوص كل من شاكي بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والريغضة وفاطم الزهر اعمور وزيرة السياحة والصناعة التقديدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وشخصية اخرى اثر ذلك توجه الامير مولاي رشيد لقاعة الشرفية حيث تقدم الاستلام على سموه عدل من المدعوين الاجانب والمغارب واشتركاء قبل ان يلتحق سموه بقاعة الحفل حيث تم في مستهله عرض شريط يؤرخ لمعصاري الدورة السبوع اربعين لجائزة الحسن الثاني للغولف ودورة الست وعسرين لك صاحبة سمو الملكي الامير لالا مريم كنت مع نصرتين اخبارية الى اللقاء اشتركوا في القناة